تفيد آخر أرقام وكالات الإغاثة بأن ألفين مهاجر يبحرون عبر قوارب مطاطية من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية حيث يتجمع الآلاف منهم لتنقلهم سفن استأجرتها الحكومة اليونانية لقاء 50 يورو للمهاجر الواحد هذه السفينة مثلا حملت على متنها 1700 مهاجر معظمهم سوريون من جزيرة ليسبوس إلى ميناء بيرايوس الأحد ووفقا لخفر السواحل اليوناني فقد نقلت السفن 13370 مهاجرا من الجزر الشرقية إلى العاصمة أثناء منذ الاثنين الماضي ليشقوا طريقهم لاحقا إلى الشمال حيث الحدود المقدونية وفي مقدونيا حملت القطارات آلاف المهاجرين صوب صربيا بعد أن أمضوا ليلة في مخيم المؤقت وبحسب السلطات المقدونية فإن أكثر من 60 ألف مهاجر دخلوا البلاد منذ حزيران الماضي بمعدل 1500 مهاجر في اليوم في الوقت نفسه عبر ألف مهاجر إلى هنغاريا من سربيا وقرروا قضاء ليلة قرب الحدود قبل الانتقال نحو بودابست حيث بدى لهم طريقها مليئا بالمصاعب وفي النمسة التي ضيقت كثيرا على المهاجرين حتى منعتهم من صعود القطارات المتجهة إلى ألمانيا سار هذا الحجر نحو 20 كم في طريق سريع وهم يصرحون نريد حافلات نريد قطارا لا حافلة هنا لا قطار تعبنا جدا لكن المشي أفضل من الجلوس وفي ألمانيا وصلت قطارات جديدة محطة ميونيخ خادمة من هنغاريا واعتلت وجوه الواصلين لابتسامات فيما عانق بعضهم أقارب كانوا بانتظارهم شكرا لدولتكم والاهتمامكم على هذا الشعب وتتوقع السلطات الألمانية أن تستقبل البلاد ثمانمائة ألف من طالبي اللجوء هذا العام في ظل الدعم الذي قدمته المستشار أنجيلا ميركل لهم اشتركوا في القناة شكرا